السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوانا أذكر لكم قصة عجيبة عن واحد يقول كنت أذهب للبرية مع صحابي لنصيد الجربيع الجربوع المعروف فيقول كنا لا نأكلها إنما نأخذ نمسكها ونفق أعينها فكانت تركض منها هنا وها هنا وربما ضربت الشجرة يقول فكنا نضحك وكان هذا في زمن يقول المراهقة ثم ذهبت الأيام وكبرت وتزوجت ولم أتب يعني من ذلك نسيت الفعل ذاك أصلا يقول فأتيت بالولد الأول جابت زوجتي فإذا هو أعمى ثم البنت عمياء ثم الولد أعمى ثم الرابع أعمى أو ثلاثة عميان يقول طلقت الحرم قلت ممكن مشكلة فذهبت وتزوجت أخرى فأنجبت بنتا فإذا هي عمياء فتذكرت ذلك تلك الجربيع التي أفقى أعينها القول الفادي من القصة إنك إذا ظلمت إن الله أي واحد يظلم يا جماعة لا يتركه الله جل وعلا لا تظلم أحد لا تظلم الحيوانات بعض الناس يرى القط في الطريق فيلف عليه لماذا يا أخي تروعه لماذا تظلم الناس أيضا ظلم الناس شد إن الله بالمرصاد للظالم إن الله بالمرصاد اتقوا الظلم يا جماعة اتقوا الظلم أسأل الله سبحانه وتعالى يجنبنا الظلم ويرزقنا الإيمان والإخلاص ترجمة نانسي قنقر